قامت بلدية الدائرة الثامنة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بحملة توعوية للفتيات والشباب بمشاركة رؤساء المربعات وذلك حول الزواج المبكر رأست الحملة عمدة بلدية الدائرة فاطمة يحيى بحضور العديد من المدعوين عبدالله هارون والتفاصيل يعتبر الزواج المبكر أحد الأوائق التي تؤثر تأثيرا مباشرا في صحة الأم وطفل لذا قامت بلدية الدائرة الثامنة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بحملة توعوية للفتيات والشباب ورؤساء المربعات وذلك حول قطور الزواج القاصرات وتأثير الإنجاب وما يسببه من أضرار صحية للنساء والأطفال حملة توعوية استفادت منها النساء الحاضرات فوائد جمع أمدت بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى أشادت بالبادر الإنسانية التي قامت بها الوكالة الفرنسية في سبيل إنقاذ حياة الفتيات القصر المراكين هامل ده لازم زوجها كلها يفكر له عشان تمشي تشيف آفيتها لحد ما في والدتا وفي آفها نطفل زاتها القايدة الجنف للبطن ولازم الأخوان الأولاد تفكروا في همل أنا أزواج رئيس المركز الصحي بالدائرة الثامنة أبو القاسم قميز قدم شرحا مفصلا عن الأضرار الناجمة من الزواج المبكر مناشدا الحاضرين بضرورة القيام بتوصيل الرسالة إلى الفتيات في المنازل لمعرفة الجوانب السلبية في عملية الزواجة هذا فإن المناسبة تقللتها إدة فقرات منها تقديم أرض مصرحية تعكس الواقع الاجتماعي اشتركوا في القناة